مشاهدين الأكارم ويتجدد اللقاء بحضراتكم في هذا الشهر العظيم اللي أمنا عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق زوجة رسول الله المبرأة ستنا عائشة عليها صلاة الله وسلامه بتقول لنا إن شهر شعبان ده أحب الشهور إلى رسول الله اللهم صلى عليه والنبي كان يصوم حتى نقول لا يفطر يعني معدلة عجيبة النبي كان بيعملها يا حضرات سبحان الله العظيم بيصوم لدرجة نقول ده ما بيفطرش ويفطر لدرجة نقول ده ما بيصومش لأنه سيدنا النبي ما استكمل شهرا واحدا سوى شهر رمضان وبرضو في لقطة كده ولمحة لما بتقرأوا الحديث بتاع فضل شعبان وإنه النبي كان يكثر من الصيام فيه والله بنلاقي لمحة جميلة أوي عارفين إيه اللامحة دي الصحابة دول كانوا جمال أوي وأصحاب فضل علينا ليه لأنهم كانوا دايما بيسألوا النبي وهم لو ما سألوش النبي ما كناش احنا هنتعلم فلما بيشوفوا النبي بيصلي حاجة بيصوم حاجة بيعمل حاجة يا رسول الله احنا سمعناك وانت أول ما تكبر تجبرت الإحرام كده الله أكبر استقيم ورحمكم الله الله أكبر هو الإمام فيسكت شوي تخيل بقى لو الصحابة قال لك ما يسكت ده النبي براحته بيعمل وبين ربنا بيدعي بيقول حاجة احنا ما لنا لا كيف يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله وحضرتك بعد ما تكبرت بينا كده انت الإمام تكبرت بينا تكبرت الإحرام اللي هي تكبرت الدخول في الصلاة قبل ما تقرأ الفاتحة سكت شوية كده ايه في ايه قال لها في دعاء كده بنقوله قالوا دعاء الاستفتاح اللي حضرتكم عارفين وقل منه وجهت وجهة للذي فطر السماوات والأرض حنيفة لو الصحابة ما سألوش النبي قالوا شحنا عارفنا النبي طول في السجود شوي عادي بيدعي ربنا مش كده احنا نقول عادي بيدعي ربنا هما سألوا النبي ليه طولت في السجود قال لهم لا ده ابني الحسين جيه ركب على ظهر كده وما رضيتش أقلقه فتعلمنا احنا انه احنا ناخد بالنا من أطفالنا ومن ولدنا وما فيهاش حاجة انه انا وانا بصلي الوادي ركب على كتفي عادي واطول شوي عشان ما زعجوش يعني يا صلاة النبي شلتوا الصحابة الصحابة اللي النبي وصانا وقال الله الله في أصحابي لا تسبوا أصحابي حضر يا سيدنا النبي ده صحابتك دول على العين والرأس حشان كده اذا وجدت رجلا يسب صحابيا لرسول الله اعرف ان الامان لم يصل الى قلبه مستحيل تلاقي مؤمن ينال من الصحابة مش ممكن صحابة النبي ينهر بيض دول مصابيح الدجا اشتركوا في القناة